وبالمناسبة فإن تفسير الحافظ ابن جرير هذا جامع البيان هذا مختصر من التفسير الأصلي كان يكتب رحمه الله الحافظ ابن جرير كل يوم أربعين صحيفة أربعين صحيفة في كل يوم مدة أربعين عاما قالوا فجملة ما كتب نعم خمسمائة وأربع ثمانين ألف صحيفة ما كتبه بيده فكتب تفسير كتاب الله عز وجل في ثلاثين ألف صحيفة في ثلاثين ألف صحيفة وجلس إلى قلابه نظروا فيه قالوا تفنى دونه الأعمار ولا ينقضي فاختصره رحمه الله لهم في ثلاثة آلاف صحيفة وهذا الذي ترونه بين أيديكم هو مختصره ثم قال لأطلابه تقوون على كتابة تاريخ الأمم منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا فيكم حيل كما يقال في الكتابة فقالوا كم يكون قال كما هو الحال في التفسير قالوا تفنى دونه الأعمار ما نستطيع قال الله المستعان ماتت الهمم فكتب هذا التاريخ المشهور بتاريخ الأمم والملوك له رحمه الله المشهور بتاريخ الإمام الطبر رحمه الله فهذا الكتاب أعني التفسير مليء آلاف مؤلفة بالأسانيين إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام